عاشراء هو العاشر من شهر الله المحرم وهو يوم عظيم من أيام الله تعالى نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى عليه السلام شكرا لله تعالى ثم صامه نبينا صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه وللنبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشراء أربع حالات الحالة الأولى أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بصيامه فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشراء تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود يعظمونه ويصومونه وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر بمخالفتهم فيه صامه وأمر الناس بصيامه حتى كانوا يصومونه أطفالهم الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان خير النبي صلى الله عليه وسلم بين صيامه وتركه فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد افتراض صوم رمضان إن عاشراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه الحالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره أن يصوم التاسع والعاشر معه مخالفة لأهل الكتاب في صيامه فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمن اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصيام عاشراء فضل عظيم فهو يكفر ذنوب سنة ماضية قال النبي صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عاشراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فمن صام عاشراء حصل على هذا الأجر العظيم ومن ضم إليه التاسع كان أعظم في الأجر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة